كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في أكتوبر الماضي اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم بتفعيل غرفة العمليات المركزية لإدارة اللوجستيات وتنظيم الفعاليات بقيمة المناخ ويأتي ذلك في ضوء ما تمتلكه اللجنة من قدرات بشرية وتنظيمية من أهمها القدرات التنظيمية للشباب البرنامج الرئاسي الذي يتكون من 1800 شاب وفتاة يمثلون 42 تخصصا أكاديميا ويمكنهم التواصل عبر 13 لغة بالإضافة إلى خبراتهم التنظيمية السابقة وقامت غرفة عمليات البرنامج الرئاسي لإدارة قيمة المناخ بتنفيذ العديد من المهام من بينها الربط والتنسيق بين كافة الجهات والوزرات بالإضافة للشركات المنفذة للأعمال الانشائية واللوجستية كما قام البرنامج الرئاسي بإدارة منظومة الاستقبال والانتقالات من وإلى شرم الشيخ والقاهرة بداية من وصول ديوف حتى تسكنهم بفنادق شرم الشيخ كما قام الشباب البرنامج الرئاسي بإدارة منظومة كافة الفنادق بمدينة شرم الشيخ والعمل على حل أي تحديات تواجه المشاركين في زمن قياسي كما يشرف شباب البرنامج الرئاسي على تنفيذ الفعاليات داخل المنطقة الخضراء ومعونات سكرتارية الأمم المتحدة بالإضافة إلى تفعيل غرفة عمليات متخصصة في إدارة أي تأزمات طارئة نهاية بمتابعة مغادرة ديوف المؤتمر بسلام إلى بلدهم ترجمة نانسي قنقر